فصل جديد من فصول التحريض ضد الأردن ومحاولات إقحامها في حرب المنطقة رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين يعتبر أن مواجهة مشروع ضم الضفة الغربية الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو يستدعي موقفاً من الأردن يتناسب مع مخططات إسرائيل أنتم اليوم قادرون على صناعة التاريخ وكتاب صفحة جديدة في تاريخ الأردن بدعب شعبنا الفلسطيني البطل في معركته ضد المحتل الفاشي النازي فالميادين تنتظركم وصناعة المعادلات تبدأ من إرادتكم وقراركم وتصريحات المنادية بتحريك الشارع الأردني ليست الأولى من نوعها بل سبقتها تصريحات لمشعل والضيف وأبو عبيدة وشهدت العاصمة الأردنية عمان ومدن أخرى خروج حشود كبيرة مطالبة بمضاعفة الجهود تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية تظاهرات تخلى لها بعض العنف وسط خشية من الأردن الرسمي من تطور هذه الأفعال إلى أعمال شغب تخل بأمن البلاد وفصل التصعيد هذا كان قد سبقه أيضا تلويح حماس بعودة قياداتها إلى عمان وهو ما وصفته الأردن بالاستفزازي لكن حماس لا تقف وحدها وراء محاولات جر الأردن إلى الزعزعة بل يأتي في إطار مشروع إيراني لم تخفي طهران نفسها منذ مطلع حرب غزة وبدت إيران كأنها تساوم بزعزعة استقرار المملكة الهاشمية مقابل الاحتفاظ بنفوذها في القطاع بحسب مراقبين ترجمة نانسي قنقر